السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والمشاهدين الكرام دي القناة مستفى البرودي مرحبا بكم مرة أخرى إخواني إن شاء الله في هذا الفيديو سنتحدث عن أخبار حصرية وعاجلة تهم العلاقات المغربية الإسبانية اللي فعلا بدأت تشيل المنحنة الخطير وخطير جدا اليوم الحزب إسباني يأكد على أن المغرب يستعد لإعلان الحرب عسكريا على مدينة سبتا وامليليا وكيقول بأنه كيتهجم بأن المغرب كيستعد عسكريا لآن بشأنه يهجم على إسبانيا كذلك الإخوان غد نتكلم وغد نفصل إن شاء الله هذا الخبر وغد نتكلمه على الخبر الثاني اللي هو ردد فعل إسبانيا على زيارة نائبة وزير الخارجية الإمريكي للمغرب واللي أكدت على أن العلاقة المغربية الإمريكية يعني جيدة فنبدأوا الإخوان في التفاصيل ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وبالبرتاج كما العادة إذن بدأوا على بركة الله بالخبر الأول لحقيقات ضمنه كاملين كيفاش هذا الحزب هذا اللي هو مشي حزب صغير حقيقة هو حزب متطرف معروف بالعداء دياله للمغرب نعم لكن هو الحزب اللي يحتل المرتبة الثالثة هنا في الانتخابات الإسبانية اللي هو الحزب اليمين المتطرف لأكد على أن المغرب جميع هذه الهجمات يعني ديال المهاجرين الأفارقة للمغرب هو اللي يجهزها وبأنه خود عامنا عنده شي يضغط على إسبانيا وباش أنه يأخذ هذه المدينتين ومغير هذا التصريح هذا اليوم إذا تصرح تصريح أكبر وأشد حيث أنه اتهموا قلبي أنه عنده معلومات على أن المغرب يستعد عسكريا للهجوم على سبتا ومليليا ونخليكم الخبر وهذا الإخوان كما كان يشوفوا هو في هذه هجماته اتهماته للمغرب فقد حضر حزب الفوكس من أن المغرب قد يقوم بتنفيذ اجتياح عسكري لكل من مدينتي مليليا وسبتا باستغلال وضع الدولي الحالي حيث تتجه كل الأنظار إلى الأزمة الأوكرانية والاجتياح الروسي الأوكرانية يعني المغرب الآن راكي حسب هذا الحزب هذا بأن المغرب راكيه جد عسكرية مش أنه يدخل ويتضارب مع إسبانيا وهيجم على إسبانيا وهيجم على المدينتين سبتا ومليليا ويأخذها ويردم يعني إلى السيادة المغربية فاتهمت هذه خطيرة حقيقة وخاصة من المجيش مع حزب صغير نقوله عنده تمتيلية في البرلمان برلماني والاجوج حزب جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الإسبانية إذن الأمور حقيقة تتجه إلى الأسوأ تتجه إلى الأسوأ وقال بأنه سيستغل في هذه الأيام سيهجم سيستغل بأن الأنظار العالم وهو وسائل يعني الإعلام العالمية من تجه إلى الحرب الروسية الأوكرانية وغاديستغل المغرب قال هذا الفترة هذي وغاديهجم يعني هذا هو طريح ديال هذا الحزب هذا وجدد الحزب مطلبه مطلبه للحكومة الإسبانية بزيادة الدعم الأمني وهذا هو الغرض ديالهم هما هما الآن فشافوا المغرب غاديكي تقوى يعني غاديكي تقوى عسكريا ودار تحالفات كبيرة للدفاع لوحدته الترابية فقالوا بأن الملف ديال الصحراء سوف يبدأ يتحليهم إذا من اللي غادي سيستغلوا الملف ديال الصحراء سيتجهون إلى المدينتين ديال سبتومليليا لذلك خصنا من دابم دون ضغطوه للحكومة الإسبانيون ضغطوه على الاتحاد الأوروبي ضغطوه لحلف الناتو بشأنه يضم المدينتين هذا هو الهدف ديال الحزب هو معادل المغرب وكيقول بأن خاص المدينتين ينضموا الحلف الناتو لكي حتل المغرب يعني فكرش ينهار أنه يردام له شيئا فهي يلقى رأسه أنه يتواجه مع الاتحاد الأوروبي بل مع حلف الناتو مع أمريكا اللي هي شريك يعني عسكري واقتصادي الآن للمغرب فهذا هو الحزب الفوكس الآن يعني سيأكدها في التصريح للأخير قال بأن بزيادة الدعم الأمني بأن نخص على الحكومة بيدرو سانجز تصفت العسكر كسر إلى هذه المدينتين ووضع عناصر إضافية الجيش هناك بسبب ما يصفه بالتهديد المغربي للمدينتين كما جدد مطلبه أيضا بضرورة قيم إسبانيا بالعمل على ضم المدينتين إلى حلف الناتو إلى حلف الناتو هذه اللي قلنا الإخوة يعني بغير ضمهم إلى حلف الناتو هذا هو الآن خايف عسكرية من روسيا من ناحية الشرقية لحقا رمتم من ناحية الجنوب أوروبا ركينا بأحد البلاد اللي اسميتها المغرب وبغى تتجموا إلى آخره بغير نستغلوا هذه الظرفية وحقا ما دمتم ركو مشغولين مع روسيا يقدر في هذه الأيام هذي يزم على المدينتين ويخلقوا الفتنة وبغير بشأنهم يضغطوا على المغرب لكن الحمد لله هات صريح هذا بالضبط جاء جامعة مع زيارة زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي خاصة بأن إسبانيا كانت فرحانة فرحات فرحات موحدة ناحية وما فرحاتش موحدة ناحية فرحات موحدة ناحية بأن هذا الأسبوع هذا كان اجتامع مجلس الأمن باش أنهم يدينوا الحرب ديال روسيا على أوكراني فهذه الإدانة هذي ما بغاش المغرب يحضر فيها في الأمم المتحدة وما حضرش يعني المبعوت المغربي اللي كان في الأمم المتحدة باش أنه ما يصوتش ضد روسيا فإسبانيا فرحاتش في هذا الأمر هذو بغى تستغل هذه النقطة هذي باش تخلق الخصام ما بين المغرب وإمريكا ودخول من هذا الباب هذي تقول لي ما هو المغرب اللي قد تقول بأنه حاليف وبدلتوه واختاريتوه على إسبانيا وبغين تحولوا القواعد العسكرية الأمريكية اللي كان في الجنوب الإسباني إلى شمال شمال المغرب فهذا الحالي في هذا ههو أخذلكم في الأمم المتحدة هذي النقطة اللي بغى تلعب لها إسبانيا وهذي بعد الدبلوماسيين يعني أكدوها مغاربة أكدوا بأن إسبانيا بغى تلعب تستغل هذه النقطة ديال غياب المغرب على على غياب المغرب في الأمم المتحدة ما بغاش يصوت ضد روسيا لكن جاءت فسد لي من المخطط ديالهم جاءت زيارة ديال نائبة ديال وزير الخارجي الأمريكي لزارة المغرب البارح وأكدت هاي الإخوان الخبر هو هذا أمامنا أنه تشيد بالتعاون الربط وتدعم مبادرة الحكم الداتي للصحراء المغربية جاءت وأكدت بأن أمريكان وذي نائبة وزير الخارجي الأمريكي جاءت البارح وقالت بأن أمريكان كتربطها مع المغرب علاقة استراتيجية اقتصاديا وعسكريا وفي جميع المياه وأكدت على أن الموقف ديال دعم لمغربية الصحراء ديال أمريكان والاعتراف الرسمي ديال أن الصحراء مغربية ما ستبدل وبأن أمريكان ما زالت يعني تستمر في الدعم لمقترح الحكم الداتي لكي طرحوا المغرب وهذه ضربة أخرى الوزارة الخارجية الإسبانية وهذه الزيارة الإخوان ما مسكتتش وزارة الخارجية الإسبانية فخرجت اليوم في الصحافة وأكدت على أنها بقت مستغربة من الزيارة ديال الدبلوماسية الأمريكية للمغرب حسب النظر الخارجية الإسبانية بأن الزيارة الأمريكان في الجولة المغرب البارح ما قالوا لماذا المغرب يطلق المهاجرين على إسبانيا ويطلقهم على سبتوملية فاليوم وزير الخارجية قال بأنه يتعجب لماذا أمريكان وكفهم على المغرب هذا الوقوف بهذه الطريقة لماذا لم تطلق المغرب لماذا لم تطلق المهاجرين على الاتحاد الأوروبي الذي هو حليف الاتحاد الأوروبي الآن يشارك في الدعم التحالف الغربي ضد روسيا فاليوم أبقى متعجب وما كانش راضي على الزيارة الدبلوماسية الأمريكية والتصريحات ديلها اللي كانت مزيانة في صالح المغرب ما كانش راضي عليها الخارجية الإسبانية اليوم إذن الإخوان في الأخير كما قال هذا الحزب هذا هو حزب كبير هنا في إسبانيا حزب اليمين المتطرف ممكن تكون مواجهة عسكرية ما بين إسبانيا والمغرب جميع المحللين لا الدبلوماسيين ولا العسكريين يأكدوا بأن هذا الخيار هذا مستبعد يبقى فقط يلعبوا به الأحزاب لكي تكتب أصوات ونحن نعرف بأن حزب اليمين المتطرف يريد أن يتقدم في الانتخابات يريد أن يتقدم يريد أن يشد المرتبة الأولى والثانية يطمح لها فلقى هذا الملف للمهاجرين والعسكريين والسيادة والأرض لقىها كوحد الشمائي يلعب عليها داخل الرأي العام الإسباني أما جميع المحللين أكدوا بأن هذا أمر مستبعد والعلاقة ما بين المغرب وإسبانيا هي علاقة رغم أن الآن نورمال كانوا حدثوا تفاهم في الملف الصحراء وفي الكثير من الملفات لكن لم يصلوا إلى المواجهة العسكرية لم يصلوا إلى هذا الأمر بصراحة من رجال كبار وفاهمين في العلاقات التاريخية ليس علاقة البارح هذه علاقة لقرون وقرون مئات السنوات كتجمع البلدين فنتمنى وإن شاء الله الصلح يكون في أقرب وقت نتمنى لأن إسبانيا والمغرب روح البلدان اللي منساجمة يعني عندنا مليون مغرب يكيعيش هنا في إسبانيا عندنا الآلاف ديال إسباني اللي كستثمروا في المغرب إذن ممكنش أننا نقطعوا هاد الأواصر هادي بهات التفاهد لهذه الحزب هدا إذن الإخوان تحية لكم اكتفوا بعد القدر كما عاكم أخوكم مستفى البارودي متبخلوش علينا باللايكات والبرتاج كما العادة تلقوا إن شاء الله في أخبار جديدة معكم